وعلى صعيد مستجدات آخر أخبار الشركات والأعمال قفزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي الأوراق المالية بأكثر من 8% خلال شهر مارس الماضي مدعومة بطروحات الجديدة ومن ضمنها أكبر طرح في العالم خلال هذا العام حتى الآن وبحسب النشرة الشرية الصادرة عند صندوق النقد العربي والتي ترصد أداء 13 بورصات عربية تجاوزت مكاسب بورصة أبوظبي 55 مليار دولار وجمعت شركات بترول أبوظبي الوطنية أدنك مليارين وخمسمائة مليون دولار وذلك من طرح 5% من أسهم أدنك للغاز للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من مارس بما يمثل طرح الأكبر على الإطلاق الذي تشهده سوق أبوظبي الأوراق المالية والأكبر عالميا أيضا في العام الجاري حتى تاريخه فيما شهد أداء البورصات العربية تباين لافتا في مارس حيث سجلت أربع بورصات منها تحسنا وهي السعودية ومسقط وتونس والعراق وفقا لصندوق النقد العربي في حين سجلت 11 بورصة عربية تراجعا في أدائها من ضمنها الدار البيضاء ودمشق وأبوظبي ومصر وعلى صعيد نتائج الأعمال سجلت شركة المراعي السعودية ارتفاعا في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري من نسبة بلغت 50.5.5 إلى 635 مليون دريال مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي والذي وصلت في الأرباح إلى 422 مليون ريال وارتفعت إرادات الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 5 مليارات ريال مقابل 4 مليارات و500 مليون ريال وذلك في الربع المناظر من العام الماضي أي بارتفاع قدره 12.5 وفي سياق آخر انخفض إقراض البنوك الأمريكي بأكبر قدر على الإطلاق في الأسبوعين الآخرين من شهر مارس مما يشير إلى تشدد كبير بشروط الاعتمان في أعقاب العديد من الانهيارات المصرفية البارزة والتي تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد وأظهرت بيانات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأخيرة أن إقراض البنوك التجارية انخفض بنحو 105 مليارات دولار في الأسبوعين المنتهيين في 29 من مارس الماضي ويعزي الانخفاض بأكثر من 45 مليار دولار في الأسبوع الأخير بشكل أساسي إلى انخفاض القروض من البنوك الصغيرة يأتي هذا التراجع الكبير في الإقراض في أعقاب انهيار العديد من المصرف ومنها بنك سيليكن فالي وبنك سيجنيتشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر